بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد طلابنا الأعزاء مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من مقرر النحو الواحد والتي سنتناول فيها الوحدة الخامسة وهي بعنوان النكرة والمعرفة والنكرة كما عرفها النحا بأنها اسم شائع في جنسه ويريدون من هذا التعبير اندراج أفراد كثيرين تحت اللفظ الذي هو نكرة مثل طالب قلم رجل شجرة وقد عدها النحاة هي الأصل في الإسم ثم بعد ذلك المعرفة وهي الفرع فإذا نطق الإنسان بكلمة نكرة عمد كل أفراده مثل طالب تشمل أي طالب في أي مرحلة من المراحل الدراسية وفي أي تخصص من التخصصات ولذلك شاعد في الجميع هناك علامات للنكرة وتعرف النكرة بإحدى ثلاث علامات العلامة الأولى أن تقبل أل مثل كلمة طالب نقول الطالب الشجرة القلم فتدل حينئذ على طالب محدد أو معين وعلى شجرة محودة وقلم معروف الثاني أن يدل الإسم على ما يقبل أل مثل كلمة ذو بمعنى صاحب في قولنا جاء ذو مال أي صاحب مال فكلمة صاحب تقبل أل فنقول الصاحب العلامة الثالثة أن تقبل الكلمة حرف الجر ربا مثل ربا كاسية عارية هذه هي النكرة أما المعرفة فقد عرفها النحات بأنها الإسم الذي وضع ليدل على معين وهذا الإسم المعرفة لا يتحدد معناه بدقة أكثر إلا إذا وضع في جملة مفيدة واستخدام آية واستخدام أي كلمة من هذه الكلمات يتم وضوحها في المجال العلمي وتظهر دلالتها على معين بجلاء تام في الجمل وأنواع المعارف ستة أولها الضمير العلم اسم الإشارة اسم الموصول ما دخلت عليه ال وما أضيف إلى واحدة من هذه المعارف وأولى هذه المعارف الضمائر وتنقسم الضمائر إلى ضمائر رفع منفصلة وإلى ضمائر رفع متصلة أما ضمائر الرفع المنفصلة هي ما تدل على متكلم نحو أنا ونحن أو تدل على مخاطب نحو أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا أو تدل على غائب نحو نحو هو وهي وهي وهما مثل إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن ويقال فيها هذه ضمائر نصب منفصلة في محل نصب مفعول به أو مستثنى وهناك الضمائر المتصلة ومنها ضمائر الرفع المتصلة وأمثلتها فهمت فهمنا للمتكلم وفهمت 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 ما وفهمتم وفهمتنا للمخاطب وفهمت 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 وفهمنا للغائب كذلك هناك ضمائر النصب المتصلة وهي إثنى عشر ضميرا ممنية في محل نصب مفعول به تقول علمني وعلمنا للمتكلم وعلمك وعلمك وعلمكما وعلمكم وعلمكن للمخاطب وعلمهم وعلمها وعلمهما وعلمهم وعلمهن للغائب ثاني المعارف الإسم الموصول والإسم الموصول هو الذي تلازم مع غيره وافتقر إلى صلة وعيد وهو نوع من المعارف الستة وللإسم الموصول ثلاثة أعمل يقوم عليها وهي الإسم الموصول والصلة والعايد والإسم الموصول خمسة أقسام أولها الذي وهو للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنثة واللذان للمسن المذكر واللتان للمسن المؤنث والذين والأولى للجمع المذكر واللات واللائي للجمع المؤنث وهناك أسماء موصولة منها من للعاقل وما لغير العاقل وذو عند طي وذا بعدما أو من الاستفهام الذين وأي وأل ثالثا من أنواع المعارف العلم والعلم هو الإسم الذي يعين نسمىه تعيينا مطلقا أو الذي يدل بذاته على ماهيته وله عدة أخسام باعتبارات مختلفة وينقسم باعتبار تشخص معناه وعدم تشخصه إلى عالم شخص أو عالم جنس وينقسم باعتبار دلالته على معمن زائد على العالمية أو عدم دلالته إلى اسم وكونية ولقب وينقسم باعتبار أصالته في العالمية إلى مرتجن ومنقول وينقسم باعتبار لطه إلى عالم مفرد وإلى عالم مركب رابع المعارف أسماء الإشارة واسم الإشارة هو كل اسم دل على مسمى وأشار إلى ذلك المسمى وأسماء الإشارة للمفرد المذكر هذا وذلك وذاك وللمفرد المؤنث ألفاظ كثيرة في اللغة وأهمها ذه وذي وته وتستخدم معها هاء التنبيه فنقول هذه طالبة مجتهدة المسنى المذكر له لفظ ذاني ويقال هاذاني وذانك تقول هاذاني طالبان في الفرقة الأولى والمسنى المؤنث له لفظ واحد وهو تاني وإذا أدخلت عليه هاء التنبيه تقول هاتاني وتانيك ومثال هاتاني طالبتاني ناجحتان وبالنسبة لجمع المذكر وجمع المؤنث ورد لفظا واحد للجمع المذكر والمؤنث وهو أولاء تقول هؤلاء الطلاب ناجحون وهؤلاء الطالبات ناجحات خامسا من أنواع المعارف المعرف بأل وهذا نوع من أنواع المعارف وهو الإسم المحلى بأل وهو ثلاثة أقسام أي تنقسم أل إلى ثلاثة أقسام أل العهدية وأل الجنسية وأل الزائدة أما العهدية فالتي يراد بها العهد الذي يشار بها إلى محور في الذهن أو في الذكر السابق بأن جرى ما يماثله ومثال الأهد الذهن تقول جاء القاضي أو حضر الأستاذ وذلك إذا كان بين المتكلم أو المخاطب عهد بين قاضي خاص أو أستاذ معين وبالنسبة لأل الجنسية وهي التي يقصد بها الجنس الذي تحدده ومنه قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي جنس الإنسان وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي جنس الماء أما بالنسبة لأل الزائدة هي التي لا تفيد تعريفا وليس لها معنا آخر مع الإسم وقد وردت مع أسماء من بينها بعض الأعلام والأسماء مثل العباس الفض اللات الذي الذين سادسا من أنواع المعارف المعرف بالإضافة وهذا النوع من الأسماء يكتسب تعريفه بإضافته لإحدى المعارف التي سبق ذكرها ومنه قول الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام أما بالنسبة للإضافة فهناك أنواع للإضافة وهي قسمان الإضافة المحضة وتسمى الإضافة المعنوية وهي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله وهذا النوع يفيد الإسم الأول تخصيصا إن كان المضاف نكرا مث هذا كتاب نحوين ويفيد تعريفا إن كان المضاف إليه معرفة مث هذا غلام زيد أما الإضافة الثانية فهي الإضافة غير المحضة وتسمى لفظية وهي إضافة غير الوصف إلى الوصف غير العامل مث إضافة المصدر تقول عجبت من ضرب زيد عمرا أو وصف غير عامل مث رب راجين قليل الأمل وهذا النوع لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا أما في حال العراب في باب الإضافة يقع العراب على المضاف في حال الإسناد رفعا ونصبا وجرا أما المضاف إليه فهو مجرور دائما بالإضافة ويحذف التنوين من المضاف وكذلك تحذف النون إن كان المضاف مثن أو جمع وأمثلة ذلك نقول هذا كتاب فإذا أردنا أن نضيف كلمة كتاب نقول هذا كتاب خالد فنحذف التنوين من كلمة كتاب وفي المسن نقول هذان كتابان فإذا أضفنا كلمة كتابان نقول هذان كتابا المدرسة بحذف النون للإضافة في المسنة وكذلك في حالة الجم نقول هؤلاء مسلمون فإذا أضفناها نقول هؤلاء مسلموا باكستان بحذف النون وخلاصة وخلاصة الأمر أن التنوين والنون في المسنة والجمع لا يجتمعان مع الإضافة طلابنا الأعزاء بهذا القدر نكون قد فرغنا من دراسة الوحدة الخامسة وهي بعنوان النكرة والمعرفة وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة أستبدعكم لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة